ما توصل إليه الاتحاد الأوروبي الآن من تجريم السفر لأغراض إرهابية جاء نسخة طبق الأصل من قانون كانت قد أعلنته السعودية قبل سنتين في عهد الراحل للملك عبد الله الذي قالها واضحة في اجتماع بسفراء الدول الغربية محذرا من مغبة استسلامهم للهدوء في بلدانهم إذا أحملوا أنا متأكد بعد شهر يبقون يوصلون إلى أوروبا وبعد شهر ثاني إلى أمريكا وأقول هالكلام في هالمكان وحطوا باكم له كلمات الراحل لم يأخذها الأوروبيون وكانت أولى النذر في باريس بهجمات شارلي إبدو وصولا إلى اعتداءات مسرح بتاكلان القانون الأوروبي الجديد لتجريم المتطرفين أعلن عقب اجتماع وزراء داخلية وعدل الاتحاد الأوروبي في بروكسل تحت مسمى خارطة طريق لمكافحة الإرهاب وضعت دول الاتحاد استراتيجية وضحت فيها الأعمال الإرهابية التي ستعتبر جرائم والتدابير التي ستتخذ في هذا الخصوص مواد تشبه إلى حد كبير قانون مكافحة الإرهاب وتمويله السعودي الذي أقر عام 2014 41 مادة حواها القانون الذي جرم المشاركة في أعمال قتالية بالسجن ما بين 3 إلى 20 عاما وساهم في الكشف عن أيدي خفية تدعم الإرهاب وتمويله مسؤولون ومراقبون رأوا في الإعلان الأوروبي عن تبني الاستراتيجية التي أصدرتها السعودية قبل نحو عامين اعترافا بأن الحرب على الإرهاب في السعودية خصوصا سبقت الأوروبيين بمراحل وهي التي لم تكتفي بجهودها في تقنين مكافحة الإرهاب ومواجهته بل أعلنت عن تأسيس تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب إعلان تحالف من مجموعة من الدول الإسلامية زينا روابدي آل عربية